اشتركوا في القناة هذا عاصي وجوز وهلعادة كمان جديدة ما بيقدري مديده ويطالع المفتاح من جيبته هاي القطعة خالصة أمي ميسون خانم يسعد لي مساكي والله الفستان ضيقنا ولو تشوفي قدي شو حلو معقول ميسون خانم شو ما يلحق خلص الصبح رح تغدي يا عيب الشوم أنا من قامتا بتأخر بشي عليكي يلا تصبحي على خير رؤيا وأنا مفكرتك عاصي أهلا وسهلا وفيكي خالة أصلا مريت لأسأل عن عاصي بس ميرفا تقصرت علي يفوت فقلت بشوفكن خمس دقايق عملتي منيح عاصي لهلأ ما أجه نحنا ما اتصلنا فيه مفكرينه بالمدرسة ميرفا تروحي يلا حاكيه بسرعة ميرفا لا تتصل فيه منو شوي دقيتن له تليفونه مسكر نسي هدول بالمدرسة وهو عالأغلب بدو بدو يشتغل فيهم بالليل بس يجي عطوي ياهن بدي امشي معقول يعني معقول تمشي بلا ما تشربي شي انتي وميرفا تفوتوا لجوه وأنا بيدي كم شغل يبخلصونه بيجي منشرب كاسة شاي جوه هلأ يلا عاصي كمان رح يجي بعد شوي عالبيت يلا منقعد هلأ بالصالون يلا ترجمة نانسي قنقر شو لسه عم تشتغل مي والله مو عرفاني ليش هالك حالك بالشغل هالكم يوم انا بدي زيد الارباح امي الشركة هلأ عم حاول صلح الامور فيها مو هيك بتكون بس شوي شوي ماجد تصبحي على خير وانت بخير روحي ان شاء الله تقتنع نريمان صارت بعيدة تركنا حياتنا معا بتدخلها بدي شوف عائلتي مع بعض المجتمعين دائما هو ممكن يكون في شوية خلافات موجودة بس ما بيجوز نلاقي حل بمكان تاني من اليوم مرايح ما بدي شوف كون متزعلين منوب ونحنا مالنا ولاد صغار بابا انا عالقليل ام هالصغير بلشنا يعني شبكي روحي نور انا عم بمزح معك ولو خلصنا لو سمحتوا تمام انا ونيفين كبرنا ومنحل خلافاتنا بهدوء مظبوط نحنا كبرنا ممتاز بتلاقوني بالمكتب فايزي خانو ممكن تشرفي عالمطبخ جاي فورا بتحبي تشوفيني عم بغلط على طول نور بس هالمرة هي انتي الغلطانة ماجد وانا احسن من قبل بكتير واللي بتياسر مفهوم ماجد وناريمان انفصل وخلص وشفتي بعيونك ماجد وناريمان ما بيكملوا مع بعضه كنت بعرف انا من الاول اصريت بسبب هالموضوع وكان عنتي حق انتي بتعرفي شو بقلبه لا تكون يا عم يا نور ما جربت تشوفي لماجد ولا مرة عن قرب انتي شايفة انو ناريمان لساتا موجودة بعقله عن جد كتير بتشكرك نور بس انا لغيت هذا الموضوع بنوب انتهى بلا مزح ايه نيفين متضايقة من وضعكون يعني من نومتك ببيتنا ريمان ماجد انت بتضبط شو اللي بدك تقوله والله اللي بدي اقوله يا نور لا تنامي ببيتنا ريمان يعني هيك العيلتين بصيروا يتخانوا يعني هادا رجاء نور بكفي بقى ماجد كل حركة هلا قلو وكل كلمة حتى عن ناريمان بتقول حسب الغلط اللي ارتكبه ندمع الغلطة اللي ارتكبه وخلص وبعدين هلا ما عاد يسأل عن اي شي الا بس بالشغل وانا بهالحياة عن جد انا فرحت لك يعني اكيد ما حكون مبسوطة واختي غرقانة بالهم بس لازم اعترف بالشي كمان تخاف من عنادك انه يصير السبب بتعاستك انتي وتعاست اللي حواليكي بس انا اللي ربحت يا نور رح اضل مبسوطة على طول صحة وهنا على قلكون انا ما رح ااكل ما اقول هالحكي يا بنتي الصبح ما فطرتي انا اكلت بالمدرسة صندويشة وهلأ بدي ارتاح فوق تصبحوا على خير ناريمان كمان انا اكلت بالشركة ليلى صحة على قلبكن تركيهم على راحتهم فهمنا ليلى هلأ هلأ عم بتقول انه بالشركة اكلت وهي هنيك بتاكل بس ناريمان ما فطرة الصبح حتى هالحالة هي معاجبتني خايفة توقع من طولها ما ضل كتير شو هالحكي هاتفايز بشو هم بتفكر اخي لو سمحت حكيلي وريحني بقى رح حتطققني انتك تانية يلا الشربة رح تبروت اوف اوف شو لاخبار اليوم متل ما انا معناتها منيح خد شحن ليا يلا هاتلا شوف اهه خير يا حكيلي ليش مبسوط شو السبب بقى ناريمان اليوم عطيتها هدية ميلادها ايه وانت لازم تكون مبسوط خليك مرويق واسمع ناريمان وماجد انفصلوا عن جد هلأ ومعد في بينهم شي ناريمان هلأ مهمومة شوي بس رح تصحى لو تشوف شلون كان وش ماجد هاي الحالة اللي بقتله كتير كيف ركب السيارة ومشي مانو شايف شي شو دخلاك ناريمان وماجد فهمني انت ليش حاشر حالك ناريمان رفيقتي لا تنسى يا غشيم وما بتعيش هي وياه مش هلنا ريمان عم ساوي هالشي كله بلله شو عاصي غنيلة غنية بالله مستحيل غنيلة غنية تحكي عن الحزن والهم ليش؟ خسرت تجارتك وأفلست؟ أفلست ليلى خانم أخدت كل العقل اللي كان عندي وراحك مو معقولة هالبنت بدي تزلطني طول عمري وأنا مأهور ياه مين اللي عم يتصل؟ أمك على التليفون شو أمي؟ عاصي مشايف إنه الوقت تتأخر كتير؟ تعا فورا اسمح رؤية عنا هون بالبيت البنت صر لك أم ساعة قاعدة عيب يا ابني بسرعة تعا يلا بسرعة وبل ما تطنش عاصي طيب جاي فورا شو شبا؟ رؤية عنا بالبيت ما هي عم تجي كل يوم أصلا عاصي اسمع ما تحكي ولا كلمة أي كلمة بتقولها رح تندم هات الشاحن هات يلا بخاطرك هلا معاك ماجد شاغلي بالي كتير هالكاميون برأيي إنه متى كلي همه الولد لعيلته شغله كله وأنا فخور بابني مو هيك براسه في شي تاني أنا متأكدة بكرة بتشوف الشركة أثرت عليه وعلينا كتير إيه مو سهلة كنا رح نخسر كل شي من ملكه لحق معك انسى راحها داك الوقت مو عن آخر بس بيقل قليل كريم اليوم بالشركة الضيفة اللي إجا أنا سويك مين هات مو قلتلك من الصباح إنه هو زبون قديم وبيجيب شغل يعني ما حستك كتير مبسوط من جايته الصباح والله أنا ما بحب يجيني هيك نوع من الناس اللي بدون طعمي أريش السكرتيرا ما عرفة تتصرف أين ريمان أحكي؟ ليش أنتي هيك فارطة على الآخر؟ شبكي يعني أنتي مانك أول بنت حبيبة بيخونها وبيتركها وبيمشي ليلى شو رأيك تحلي عني شوي بقى؟ آه قولي بدك تعدي وتفكري شوي ليلى معقول أنتي لهلأ بعيدة ومو موجودة بالموضوع كله؟ هاه شوي بلشتي تفهمي إيشو هادية؟ يعني كشري عن سنانك وطلعي جنانك ودوري على حقك حتى لو مني خديه كمان مم؟ بلكي إذا طلع صوتك بتتفتح عيونك بقى وبتشوفي شوي اللي عم بصير وجوابي على سؤالك موجودة على طول يا حب والشي المهم أنه كل اللي صار فيك اللي هلأ أنتي سببه يا حياتي مساء الخير يا حب؟ ها هاي صديقتك إجيت حطوا راسكم براس بعض وبكوش شوي هاي شو عم تحكي؟ شو بتك فيها؟ شبك؟ ما صفي لون بوشك ولا حتى لمع بعيونك الحلوين لو سمحتي ناري مان مو بإيدي والله فخرية مو جاي على بعلي أعمل أي شي بنوب وقلبي لسه لهلأ موجوح وشو بتساوي؟ رح تضلي هيك حتى تموتي مشانو؟ بجوز إذا نمت بتحسن عاصم وإنتي لابئين كتير لبعض كون ومبين عليه كتير إنه بيحبك ما؟ ايه ما أنا حاسة فيه وبحبه وبهلحالة ما في شي لتاكلهم كل شي رح يكون رواء ماشي وأنتو كيف كون؟ شو لوضع أنتي وعاصي هلأ؟ والله ما عم أفهم بنوب بصراحة أحياناً بيهتم شويفيني بس أحياناً بكون ولا على باله بها الفترة هو مبسوط وعم يعاملني بطريقة كتير حلوة بقى المفروض أفرح بالنصيب ولا شو؟ ما يرجعوا باسك أحكي لا مساء الخيرات؟ أهلاً وسهلاً فيك وينك لهلأ؟ رؤيا صار لساعة ناطرتك رؤيا شوي أهلاً وسهلا رؤيا بس نشغل بالي من جايتك اليوم شوفي لا مو شي محرز بس هالملف انسيته بالمدرسة ومرأت مشان أتركه بالبيت وبعدين أخدنا الحكي أنا وميرفات يستمر ليش العجلة؟ بشوفه بعدين مو مهم يلا أنا تأخرت بكرة بشوفك بكرة كمان تعي لعنا رؤيا بتشرف رح أنزل معك على الباب شكراً بقصد يعني ما في لزوم ما أنا سيارتي قدام البيت بشوفك بشوفك موسيقى 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 هل أنت نايمة بنتي؟ لا، صحية، هلأ بتنزيلها؟ نايمان، لأين رايحها يا ميسر؟ بدي روح الدوام صار لي فترة أنا عم بعطي لصغار من دوم ما أحضر رايحة بكير بحضر درس اليوم طيب، بس بالأول كلي وروحي حضري شكرا، مو مشت هي أكل، بأكل أيها شي بالمدرسة هلأ وقفي، وقفي، طولي بالك لأعملك صندويشة هيك بسرعة طيبة تعكليها علماشي أنت ورايحة عمتي ما في لزوم نايمان يلا لشوف، لأطلعي بالأكل وأطلعي الأطلعي خدي كمان انا رح امشي، صحوهانا على قلبكن الله معيك، الله يفتح بوشيك صباح الخير ماجد بك اهلين الماء، بتدعي كل مدراء الاقسام على اجتماع خبريهم امرك يا عبيك نيفين خانم كمان تمام مالورزون هاد الاجتماع انا بحاجتك فيه كتير يا نيفين انا جنبك كل يوم ممتاز، بس يجهزوا خبريني حاضر ماجد بك انا انا لهم بس يجول لهم انا لهم و لا تنبس الله انا بروغش نظرت انا خبريني و انا لهم انا بروغش انا بروغش انا بروغش انا بروغش اشتركوا في القناة خليكي على طول نايمي الله لي وفقك ان شاء الله ما ضل ولا فنجان ما حطوطو هالخزاني شوفو شولا اي طون اشتركوا في القناة 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 شكراً اشتركوا في القناة 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 بشو فكرتي ناريمن شو ما كان اللي ببالك لا تعملي لا تقزي حالك هيك قالولي ما عم تاكل شي بنو ما فيك تعيشي هيك ناريمن ما فيني عيش متلك ابدا ما عجت ما فيني اتصرفك انه ما صار ايشي بحياتي كمان انت بالذات اخر واحد ممكن يقول شو لازم ساوي ناريمن 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 شبك ناريمن لو تركتني ورحلت لما سألتك لما تركتني ولكنني لن انسى لحظة التقينا لحظة اللقاء تختزل كل العمر وتحوله الى سعادة عينك ملجأي عندما انظر فيهما اشعر انني احلق كالفراشة في عينيك رحيق حياتي ليت هذه اللحظة لا تنتهي ابدا وليت شمس حبنا لا تغيب لتضيئ لنا الطريق كي نمضي الى افاق تحفها السعادة ويصبح كل الافق مأوى لحبنا كي نحلق بلا قيود في دنيا السعادة هاي نحن نمتلك العالم هذا هو العشق يصنع لنا اجنحة لنطير بها اشعر انني احلق واطوف العالم دون قيود ساجعل من حبنا اسطورة كمانا احبك ناريمان رجعت صحية هلأ هاي صحية شفتو ناريمان انت منيحة مرحبا ان شاء الله صرتي احسن شوي لو سمحتو بعد اذنكم ممكن تتفضلوا لبرا القوضة زحمة كتير لانه بدي ضل انا هون معا دكتور لو سمحت فخرية لقى تمشي اوخ يا الله الحمد والشكر اليك الادوي يجيبوهم فورا طيب انا رايح جيبوهم يا فعيز اخي الله يخليلي اياك اوحك تسافر وتاخد ناريمان والله خطي مو شايفة شنون داخت ووعيت ما عاد بنوب تتحمل هالمسكينة اصلا مرضت من كتر الزعل موسيقى عرشي اغلو انت منيح اي الوضع عندي والله ممنيح فرانسا اخبارها ما بتبشر بالخير كتير ما تدبرت سيولي معي لعلق بلا ما زحجوات شو كنت متوقع مبلغ مثل هاد ممكن دبره في فترة قصيرة مستحيل ما جد يعني على الاقل كم شهر هيك لازم لكن الموضوع مو مستحيل بس كمان بده شوية وقت بعض الشركات ما بيعطوا موافقة مباشرة بنوب يعني وهذا اكيد حقهم خففت التقصيد قدر الامكان بس بدنا سبت شهر ماجد ولا تحلم باقل منهم خلص فهمت مو شكله بيمشي الحال وهي النهاية اكتر من هيك انا ما حد فيني كمل مستحيل ماجد انت وين رأي قول ليش جامعتنا هيك على ملوشنا شو الموضوع اللي بدك تحكي فيه كأنه صاير شي مومنيح جاي يخبركم بقرار مهم ماجد يلا احكي بدون مقدمات انا تعبت من الحزن اللي مرافقني اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة